رح نبدأ الحين بالدرس الثالث زي ما قلنا رح نوقف المرة اللي راحت وقفنا عند مؤشر قتلة الجسم قلت لكم إن شاء الله في الدروس اللي جاية بنتكلم عليها بالتفصيل طيب عندنا اضطرابات الوزن حسب تصنيف الجامعية الأمريكية لمؤشر قتلة الجسم من هنا عندنا نبين هنا يعني سالب وهنا الموجة فاحنا نومشينا من فوق التحت بنشوف تصنيف الوزن يعني في البداية هنا عندنا النحافة ليكون مؤشر قتلة الجسم أقل من 18 بعدين يجدنا الوزن الطبيعي يكون من 18 إلى 24.9 نبدأ بعدين بعد الوزن الطبيعي السمنة الدرجة الأولى من السمنة من 25 مؤشر قتلة الجسم إلى 29.9 لبعدها السمنة المفرطة من 30 إلى 34.9 بعدين في عندنا البدانة ل34.9 إلى 40 وآخر حاجة البدانة المفرطة اللي هي أكثر من 40 هذه البدانة المفرطة هي الشرط اللي تسوي الناس اللي عندهم اللي يسوي عملية تكميم يعني لازم تكون وصلوا لهذه المرحلة البدانة المفرطة يعني مؤشر قتلة الجسم أكثر من 40 لو كانوا أقل من كده يعني في مثال البدانة الشرط الثاني يكون عندهم أمراض يكون عندهم عندهم معرضين أنهم يصابوا بأمراض السكر أمراض القلب درجة كبيرة يعني فعشان كده يسوي لهم أدروايز أنهم بس يسوي لهم لو كانوا عندهم البدانة المفرطة طيب شنو أسباب السمنة؟ في ناس دايما أن هذا يأكل ويأكل بس ما يزيد وزنه يعني ما في حاجة اسمها يعني علميا ما في شي إنه شخص شنوع المعدل الأيض عندهم ارتفع عن شخص أكثر يعني أنه يحرق يعني يأكل بس ما ما يزيد وزنه ما في شي اسمه كده يعني فيه أن الشخص من نظم طريقة أكله بطريقة معينة أنه يأكل مثلا في وقت معين ووقت ثاني ما يأكل فيه أما أنه يأكل وما يزيد وزنه هذه يعني علميا غلط أبدا يعني السبب الرئيسي للسمنة هو تناول سعرات حرارية أكثر من التي يتم حرقها أكثر من حاجة الجسم لقيام بالوظائف الحيوية إحنا نمنا ناكل هذه الأشياء اللي ناكلها ليش ناكلها عشان الجسم يحتفظ بدرجة حرارة معينة عشان يؤدي وظائفها الفيسيولوجية يعني يضخ الدم يسوي تصفية للمادرين يعني القلب يشتغل والكبد تشتغل والجهاز التنفسي يشتغل كل هذه الأشياء نحتاج لها طاقة طاقة تأتي من وين تأتي من السعرات الحرارية من الأكل يناكله فأول حاجة لما ناكل أكثر من حاجتنا أكثر من الحاجة اللي عشان نفكر عشان نعيش عشان نتنفس عشان يعني يستمر الإنسان يتحرك يعني يضل على قيد الحياة يبدأ يخزن الجسم فسبب الأول هو أكل أطعمة غنية بسعرات الحرارية الحاجة الثانية أنها يأكل وما يتحرك الحاجة الثانية قلت الحركة أو النشاط البدني وهذه بسبب طبيعة الحياة يعني الوظائف المعاصرة احنا ما نمشي نسوق السيارة الوظائف دائما مكتبية يعني التمدن بشكل عام الفاست فود هذا اللي طلع يعني كل هذه الأشياء نمط الحياة تغير ناتجة يعني مثلا الجمعات الظروف بيئية واجتماعية مواقبة للنهضة ما فيه أنظمة سن إنه مثلا الحين هيئة الغذاء والدواء السعودية نزلت قانون جميل أن المفروض تفرض على جميع الكافيهات والمطاعم أنهم يحطوا سعرات حرارية يعني ما باقي تطبق في كل مكان بس ضروري مستقبلا يعني مستقبل قريب إن شاء الله أنهم يقولوا لك هذه الوجبة فيها كم سعرات حرارية عشان تكون عارف شنو مكوناتها يعني كم فيها من الدهون كم من الكاربوهايدرات كم من البروتين فهذه طبيعة الحياة في بعض الأمراض اللي يتعلق بالهرمونات مثل خمول غضة درقية لما الحين نحن دائما نشوف بعد هذا من الأمراض المنتشرة عندنا خصوصا عند المرأة لنا في خمول في الغضة الدرقية فهذا يؤدي يقلل عملية الأيض فيعرض الشخص أنه يصاب بالسمنة هذه تبين لنا حلو هذا التوازن لما الكالوري أن يعني السعرات الحرارية اللي ناخذها تسوي السعرات الحرارية اللي نحرقها يعني أنا أحتاج السعرات حرارية زي ما قلنا عشان أستمر أدي الوظائف الفيسيوريجية للجسم يعني التنفس الحركة كل الأشياء التفكير كل هذه تاخد سعرات حرارية كالوريز آوت هذي اللي أكلهم هذي اللي أحرقهم لما الكالوريز آن يعني تصير أكثر من الكالوريز آوت معنا بيصير خزارة وزن لما الكالوريز اللي أكلها أقل من اللي أحرقها يعني أكل بس شوية بيصير عندي خسارة في الوزن لما الكالوريز آن تكون أكثر يعني أنا أكل أكثر من اللي أحرقها بيصير عندي ويت جين بس بهذه البساطة هي كده المعادلة ان المفروض الكالوريز اللي اكلها او السعرات الحرارية اللي اكلها تساوي السعرات الحرارية اللي احرقها عشو ما يصغر عندي زالة وزن لو حبيت ازيد وزني اكل اكثر من اللي احرقه لو لو حبيت اقل الوزني اكل اقل من اللي احرقه هادي هي ونكمل في الدرس التاني ان شاء الله